فأول مفهوم من المفاهيم أو الأفكار الخاطئة عن الصليب اللي الناس مش فهمة إيه معنى القوة الفكرة إحنا بنجلب الموضوع المفروض إحنا مخلوقين على صورة الله المفروض المفاهيم الحقيقية الأصيلة ناخدها من الله أو مما أعلنه الله لنا لكن إحنا بنجلب الموضوع و بنخلي المفاهيم اللي إحنا بنعيشه فعلى سبيل المثال القوة عند العرب هو أنك أنت تبقى قوي تقدر تبيد ودي القوة الشيطانية لأنه مرة تاني أرجع تاني أن الشيطان جاء ليسرق ويزبح يهلك القوة أنه إزاي تسلب الآخر في الفكر العالمي القوة إزاي تسيطر وتمتلك الآخر تعالوا نشوف القوة في نظر الله القوة في نظر الله هو يجعل من الخراب شيء جميل لأن كانت الأرض خريبة وخالية عملية الله خلق خلق فهنا قوة تخلق مش قوة تهدم إذن القوة الهدامة هي قوة شيطانية القوة التي تبني هي قوة إلهية فعشان كده هنا بنشوف الناس بنشوف المسيح على الصليب عاجز وده الفكر الخاطئ الأول أو المفهوم المغلوط الأول دايما بيسألوني طبعا كتير من الناس يعني ليه هو الله عاجز يعني في الموضوع حتى أن الناس اللي حوالين الصليب كمان قالوا خلص آخرين ولم يقدر أن يخلص نفسك إن كنت ابن الله إن كنت ابن الله إنزل عن الصليب هي دي المشكلة على فكرة الرب ودي حاجة مهمة أنا حضرتك ذكرتني في حاجة مهمة جدا جدا المسيح رأوا منه عمل معجزات كثيرة لكن لما طلب منه يعمل معجزة في المحاكمة ماما يرودس بين يرودس وبالاطس رفض أنه يعمل معجزة لأن معجزة المسيح ليس لإظهار قوته فهو عنده القوة أنا لو عند القوة مش محتاجة أظهرها فعشان كده معجزات المسيح هي لخلاص الإنسان أرجع تاني لفكرة البناء حتى الله نفسه عمل كل شيء مش ليتسلط على الإنسان ده أنا بشوف الله في الخليقة هو أخادم للإنسان زي الأب لو أب أو والدين متوقعين ابن بيعملوا إيه؟ بيرتبوا له كل حاجة هنا بيخدموا الطفل اللي جاي الله عمل نفس الحكاية معنا المسيح على الصليب ما كانش عاجز لكن كان بيعمل حاجة كان بيخلص كان بيدفع الدين اللي علي واللي على الجنس البشري عشان كده الصليب كان انتصار ما كانش عايز لا وكمان في رسالة بولوس رسول كنيسة كورنتوس الإصحاح الأول فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله في الصليب نشوف قوة الله حكمة الله وفداء الله بالزبط بالزبط عشان كده كاتب الرسالة العبرالين بيقول عبرالين 2 14 و 15 بيقول فإسقط تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما هنا بتكلم على التجسد بس التجسد ليه؟ عشان ييجي لكي يبيد بالموت نعم ذاك الذي له سلطان الموت أيبليس يبقى يبيد إبليس إزاي؟ إبليس عايز هلاك الجنس البشري المسيح عايز خلاص الجنس البشري طيب الموت كان الحكم الطبيعي على الجنس البشري لأنه آدم أخطأ طيب لازم حد يرفع الخطيئة دي ما كانش فيه غير حد يكون شخص بلا خطيئة واللي هو الرب يسوع المسيح وعلى فكرة الرب يسوع المسيح اللي فيه حتى الديانات الغير كتابية بتقول عنه نوبلا خطيئة الرب يسوع المسيح هو الشخص إلا حتى الناس اللي مش بيؤمنوا به كابن الله وكالله هم بيرفعوه في مقام رائع جدا ومقام رفيع سواء لتعليمه أو حتى لمعجزاته أو حياته الأخلاقي الكاملة بالزبط فهنا بيقول لكي يبيد بالموت يعني هو عشان يحررنا من الموت كان لازم يموت يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أيبليس ويعطق يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبدية أنا أتطافق مع إخواتنا اللي بيقولوا الصليب عايز لو المسيح مات ولم يقم صح لكن المسيح قام عشان كده الرسول بوليس في كرونسوس الأولى 15 بيقول إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيماننا وتعبنا وكرزتنا كل وأصبحنا بلا رجاء وإن كان لنا رجاء في هذا العالم فقط فنحن أشقى جميع الناس فعشان كده هنا الصليب انتصار لأن الصليب تباعه قيامة لو كان الصليب النهاية أنا أتطافق أنه كان عايز يبقى الله غلب البشر لكن الصليب لم يكن النهاية الصليب كان تتمين لعمل المسيح الكفاري أنه ياخد بدالي ياخد مكاني وعشان كده لما قام المسيح أعلن انتصار فهنا فيه انتصار